مديرية الدفاع المدني تعتبر هي المستجيب الأول لكل الحوادث وكل الحرائق وكذلك الكوارث الطبيعية وكذلك حتى مسألة جائحة كورونا باعتبر أنه مدير الدفاع المدني تمتلك فرق متخصصة في مجال التعفير والتعقيب وكذلك في مجال إطلاع الحرائق وكذلك في إدارة الكوارث التي تحصل بين الحين والآخر باعتبر أنه نحن اليوم مقبلين على أمطار غزيرة تعرف أنه يوم أمس كانت في أربيل السيول والأمطار الغزيرة وكان هناك استنفار لمديرة الدفاع المدني في محافظة نينة وصلاح الدين وكاركوك استعدادات تامة لفرق الدفاع المدني بتجهيز فرق الإنقاذ وكذلك الزوارق النهرية المتخصصة في عملات الإنقاذ طيب سيادة المقدم هل يؤشر الدفاع المدني تدني بكفاءة البنى التحتية نوعا ما هذه البنى التي ربما تعجز عن استيعاب أي طارق مطري اسمعوني بسيادة المقدم ممكن أعادل السؤال لأنه ما سألتك إن كانت البنى التحتية في المحافظات العراقية نحن نعلم أن البنى التحتية قد تكون ربما مثيرة للشكوك هل كفاءة البنى التحتية في المحافظات العراقية تؤشر عن تدني في كفاءتها وربما قد تعجز عن استيعاب أي طارق مطري قد يحصل هذا الشيء وارد يعني تعرف أنه هناك في المحافظات الشمالية تعرضت لعدة عمليات كانت تفجيرات وكانت هي بنى قديمة المنشأ باعتبار أنه في المحافظات الشمالية هناك في محافظة نينوى وكذلك كاركوك وكذلك صلاح الدين هناك بعض المباني آئلة للسقوط مديرة الدفاع المدني أشرت ذلك ضمن التقرير السنوي وكذلك ضمن هناك مديريات البلدية تم تحذير بعض المواطنين أنه إذا كان هناك سيول أو أنطار غزيرة سوف يكون انهيار لهذه المباني هناك توصيات أصدرت مدير الدفاع المدني في هذا الصدد طيب سيادة المقدم في الأعوام السابقة العراق مر بالعديد من الفيضانات وشهدنا موضوع الفيضانات كيف كانت الشوارع تملأ بمياه الأمطار اليوم نشاهد أربيل أقليم كردستان شهد نهضة عمرانية وشوارع جديدة ما السبب؟ وهل سوف نستفيد من التجارب السابقة؟ أم سوف يبقى الوضع كما هو عليه؟ سؤالك مهم جدا باعتبر أنه قديم كردستان هناك إجراء بعض الأعمار السكانة أو بعض التطورات التي حصلت لكن هناك الأمطار غزيرة الاستيعاب هذه الأمطار في محافظة أربيل تختلف عما في المحافظات مثلا نينبا أو صلاح الدين باعتبر أن هذه المحافظات بدأت تقوم بإجراءات الصيانة وإدامة هناك المنافذ المياه يعني السيول والأمطار باعتبر أن هذه المدن تم صيانتها حديثا ما تستوعب هذه الأمطار الغزيرة حصلت في السنوات الماضية فيضانات في صلاح الدين وتم إدارة الأزمة الفيضانات والسيول من قبل مدير الدفاع المدني وأستاذ المحافظين باعتبار أنه كل محافظة هو الرئيس الأعلى للدفاع المدني وكانت هناك مديرياتنا بالتنسيق والتعاون مع كافة الدوائر الخدمية وكان هناك اجتماع قبل شهر من الآن كان اجتماع ترأس السيد معال وزير الداخلية المحترم وأستاذ الوكلاء الوزارات إدارة أزمة يعني إذا أخسرت هناك حوادث فيضانات تحصل في المناطق الشمالية أو القريبة من الدول الإقليمية الذي نعرف أنه من تركيا والسيول وكذلك من إيران يتم إدارة الأزمة من قبل مدير الدفاع المدني وشكلت غرفة عمليات في مدير الدفاع المدني ويرأسها السيد معالوزير الداخلية المحترم وكذلك مدير الدفاع المدني العام وأستاذ الوكلاء الوزارات المواضن المائية والنقل وكذلك الحشد الشعبي وهناك وزارة الدفاع كل التشكيلات كلها تكون بسؤول عليها إدارتها من قبل مدير الدفاع المدني في حال أنه كان هناك كارث معين في أسيول والفيضانات يتم إدارتها من قبل الدفاع المدني نعم وصلت الفكرة مقدم حسام دعني أنتقل معك إلى موضوع الحرائق فلنترك الأمطار جانبا وننتقل إلى الحرائق الحرائق التي تتنامى يوما بعد يوم خصوصا في العاصمة بغداد بين الحينة والأخرى نشهد حريقا في منطقة ما أو في مركز تجاري ما ما أسباب تنامي ظاهرة الحرائق سؤال مهم جدا مديرية الدفاع المدني باعتبار هناك عدنا لجان خاصة في مراكزنا تقوم بإجراء الكشفات السنوية على كل المحال التجارية والأسواق التجارية والمباني ضمن القطاع الحكومة والقطاع الخاص مشكلتنا هنا بالقطاع الخاص أنه بعض التجار أو بعض أصحاب المحال التجارية لا يلتزمون بتطبيق شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في داخل هذه الأسواق وداخل المخازن وكذلك حتى مسألة التاجر التي يستورد بعض المواد التي هي رديئة الصناع باعتبار أنه ما داخله في هناك جهاز السيطرة النوعية المعتمد من قبل وزارة التخطيط ويكون استيراد بعض المواد التي لا تتحمل الحمل الزائد النقاط الكغربائية دائما مديدفع المدني خلال التغيير السنوي هناك أكثر نسبة أكثر من 45% من الحرق هو سببها التماسك الكغربائي كذلك أن هذه النسبة متواجدة في العاصم بغداد وفي كل المحافظات هناك النقاط الكغربائية التي هي مثل ما أشرت أنه رديئة الصنوع ما تتحمل نتيجة هناك الحرقة التي تحصل في الأسواق التجارية والمخازن التجارية وعدم التزام صاحب المحل أو بشروط السلامة والدفاع المدني لا يتوجد هناك منظومات أطفاء في هذه سجلنا أكثر نعم فيات المقدم فيات المقدم حضرتكم أنه سجلنا 9000 نعم عدم الالتزام لكن من جهة أخرى إذا كان عدم الالتزام موجود من المسؤول عن إعطاء موافقات البناء والتراخيص إذا كانت أبسط متطلبات السلامة غير موجودة في البناء فمن المسؤول عن إعطائهم الموافقة هذا السؤال المهم نحن بدينا دفع المدني بعد 2003 هناك مثل ما كان هناك تغير في نظام الحكم وكذلك تم تشييد مباني كثيرة لا يكون هناك محاسبة من قبل الدوائر الحكومية والوزارات فالتاجر أخذ فسحة في إنشاء بعض المخازن الغير مطابقة لشروط السلامة والدفاع المدني وغير مهيئة الأسواق هناك تم تشييد أسواق كثيرة هناك محلات كثيرة بعد 2009 وبعد 2013 حينما صدر قانون الدفاع المدني 4-4-3-2013 انطحق لمدير الدفاع المدني إجراء الكشفات محاسبة المقصرين حالة المخالفين لجلسة الفصل في مديرة الدفاع المدني حسب المادتين 20-21 من هذا القانون وتم تغريم كثير من أصحاب المحاة تجارية والفنادق والأسواق التجارية وحتى المستشفيات تعرف حتى المستشفيات كان هناك عدد تشييد بعض المستشفيات من مادة السندويش بانال التي هي سريعة الاشتعال وهذا هم غير مقبول من قبل مدير الدفاع المدني في موضوع المناصبات المقبولة وكان هناك مقالفات كثيرة سأت مقدم موضوع مهم تذكرت الذي هو موضوع السندويش بانال بالإضافة إلى ثنائية التماثل الكهربائي والسندويش بانال كيف السبيل إلى الخلاص منها؟ ممكن أعاد السؤال؟ ذكرت موضوع السندويش بانال وصرعة اشتعاله وباعتباره موضوع خطر يجب تفاديه ثنائية التماثل كهربائي والسندويش بانال كيف السبيل إلى الخلاص منهما؟ هناك تم عقد يوم أمس كانت هناك ندوة في جامعة تكنولوجية حضارها سيد محافظ بغداد ومديرة الدفاع المدني وجهود أساتذة وبعض الخبراء هذه المشكلة تم عرضها سابقا عرضنا هذه المشكلة ضمن قانون الدفاع المدني ويعتبر أي مبنى أو أي أسواق أو محات جارية حتى في المؤسسات الحكومية أي مبنى مشيد من قبل هذه المادة سندة يعتبر مخالف لشروط السلام والدفاع المدني يجب أزالته لكن جائحة كورونا كانت هناك ظرف استثنائي باعتبار أنه كان أعداد المصابين في المستشفيات كثير وتم يعني موقعا كان هناك تنسيق مع وزارة الصحة بإزالة هذه المستشفيات باعتبار أنه هذه المادة سرعة الاشتعال وكانت سبب لنا كوارث فقدنا أرواح بشرية فقدنا ممتلكات عامة خاصة كذلك لكن هذه المادة تم يعني ضمن نحن لا نريد أن نمنع التاجر أنه استيراد هذه المادة لكن بمواصفات عالمية تتحمل هذه المادة أكثر من 700 درجة مئوية باعتبار أنه يتحمل أكثر من ساعتين في حال احتراق هذه المادة لكن في هسن متوفر في الأسواق التجارية مع الأسف اللي هم دائما الأسواق يختارون المادة الرديئة الصنع باعتبار أنه رخيصة الشراء وكثير من المحال التجارية والأسواق وكذلك حتى القطاع الحكومي يتم استخدام هذه المادة مما يؤدي هناك حرار تحصل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يروح نتيجة خسائر بشرية وكذلك خسائر بالمواد والمتلكات العامة نحن حذرنا ومنعنا هناك قرار من مجلس الوزراء منع استيراد هذه المادة لكن إلا بمواصفات وحتى هيئة الرقاب المالية منعت هذا الشيء بكتاب رسمي تم تعميمه لكل مديرياتنا وكل وزارات الدولة أنه عدم استيراد هذه المادة وعدم تشييد أي مبنى من هذه المادة إلا ضمن مواصفات تتحمل أكثر من 700 وهناك حتى جمعيات متخصصة في عملات الفحص مع الأسف كثير من المباني باعتبار أن هذه المادة رخيصة يتم تشييد مبنى أو بناية أو مستشفى أو محال تجارية أو أي كان المبنى هذا الشيء يأثر على الاقتصاد الوطني مدير إعلام الدفاع المدنية المقدم حسام العبودي شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى